صباح الخير في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفليباطمس مين هي الفليباطمس؟ الفليباطمس بالبلدي كده احنا بنقول عليها مين؟ الهاموشة يبقى الفليباطمس هي مين؟ هي الهاموشة طيب الهاموشة دي بتعيش في الحتة الرملية او الاماكن الصحراء شوية ولونها مسفر شبه الرملة فسموها الساندفلاء يبقى انا اسمي الفليباطمس او اسمي ساندفلاء طب كلمة فليباطمس جاية منين؟ علشان اعرف احفاظها اوتوماس يعني كت قطعة وفليب ده المقطع ده بمعنى فين ففليباطمس معناها قطعة في الفين هي بتقطع ديب لجوه الفين فالقرصة بتاعتها كمان بتبقى مجاعة للعيان وبينفل طيب قال لكن الفليباطمس دي اين تعيش؟ الفليباطمس تعيش في حتة كتير في العالم منها ساحل البحر المتوسط منها الشرق الاوسط منها في افريقيا وفي اسيا وفي شوية دول كده اول ما يرصيلي شوية دول كتير كده محفظهمش موجودة في كل حتة خلص يبقى الفليباطمس دي موجودة في حتة كتير وما الايه اللي يهميني؟ الفليباطمس المصرية مين اللي موجودة عندي؟ مين اللي موجودة عندي في مصر؟ واحدة اسمها فليباطمس بابتاسياي فليباطمس بابتاسياي تمام؟ بتبقى دي الفليب باطمس بتاعتي اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت مصر طيب ايه قصة حياتي الفليب باطمس؟ الفليب باطمس او الهموشة بتعيش ميل وفي ميل برضو طيبين ما بيقرسوش حد الى ان تحمل الفيميل فالفي ميل اللي بتحمل بتبقى محتاجة دم تروح تقرس بني ادم تاخد من جسمه دم انت بتقرس البني ادم بالليل النموس والهموش بيقرسوا بالليل يبقى تروح بالليل تهجم على بني ادم نايم وتروح مصة دمه وتاخد منه البلاد ميل تغزي عيالها اللي هم القوفا وبعد كده تروح ايه؟ تبضهم حدبضهم فين؟ الفليب باطمس بتحب تبيض في الشقوق حفرة في الارض شق في الحيطة خلاص الحيطة ايه؟ في الحيطة الصحراوية في الحيطة الشقوق والحيطة الحفر هتحط البيض بتاعها والبيض هيفقس وتطلع اللارفاية واللارفا هتكبر وتتحول الى البيوباية اللي قلنا اللي هي الشرنقة والشرنقة هيتكون جواها الادلت في الباطمس وبعد ما تتكون الادلت في الباطمس تقطع الشرنقة والطير العملية دي كنا نسمينها ايه؟ لما بتبقى اللارفا والبيوبا مختلفين عن الادلت اتفقنا بنسميها complete metamorphosis complete metamorphosis طيب فيه كلمة تانية في الهابتس بتاعة الفليب باطمس اللي هي بقى العادات بتاعتها قالك ان الفليب باطمس دي ضعيفة weak flyer ما بتقدرش تطير مسافات طويلة خلاص ايام ايه ضعيفة الجناحاتها ما بتقدرش تطيرها حيطة طويلة امال بتعمل ايه؟ لأ دي بتنط tend to hop خلاص بممكن تنط مسافات او تطير مسافات قصيرة طب دايه فيدني؟ يعني انا معرف المعلومة دي عن الفليب باطمس وتنقل المرض على نطاق وايسا يبقى دي ايه؟ دي قصة حياتها طيب بالنسبة لبقى الامراض اللي بتنقلها الفليب باطمس فهي بتنقل حاجة من كل حد بتنقل بروتوزوة بتنقل بكتيريا بتنقل فيروس اول حاجة بتنقل البروتوزوة اللي اسمها ليشمانيا ودي انت هتاخدها الترم التاني في موديول 106 دي بروتوزوية بتعيش جوه البلد بس مش جوه اي حتة في البلد بتعيش جوه الماكروفيج هي ايه الماكروفيج دي؟ لما تاخد الاميونتي هتعرف ان السيلز اللي موجودة في البلد اللي بتحارب مع جهاز المناعة يعني الارجانزمز المختلفة في منهم سيل معينة اسمها ماكروفيج ماكرو عشان سيل كبيرة فيج بتاكل الماكروفيج دي بتحب بتاكل اي ارجانزم يخش الجسم هي بتجري ورائي وتروح تعملاله فاجو سيطوزز تاكلوا تاكلوا تاخدوا جواها فالبروتوزوية اللي هي اللي شمانيا دي اول ما بتدخل جسمك الماكروفيج بتروح تاكلها خلاص وتاخدها بقى جواها وتفضل عايشة جوه الماكروفيج الماكروفيج ما بتقدرش تموت اللي شمانيا فاللي شمانيا بتفضل عايشة جوه الماكروفيج طيب بعد كده هتوديها فين؟ هتوديها حتة من الاتنين يا اما هتقعد في الاسكن فتعمل لي ألصر او قرحة وده نوع من اللي شمانيا يا اما هتوديها على الأورجانز الداخلية بقى اللي هم الليفر والسبلين فتكبرهم ويبقى العيان ده عنده هيبات وسبلين وميجالي وبطنه كبيرة والكبد بتاعه كبير والسبلين كبير والديزيز ده بيبقى خطير ومميت طيب بيبدأت نفذة مختصرة عن مين؟ عن اللي شمانيا انت مش عليك كل التفاصيل دي دلوقتي يعرف بس ان هي بتنقل بروتوزوية اللي اسمها ليشمانيا بتنقل بكتيريا بكتيريا بتعمل حاجة اسمها أورويا فيفور البكتيريا دي موجودة في منطقة اسمها أورويا في بيرو في امريكا الجنوبية فسموها على اسم المنطقة اللي هي موجودة فيها أورويا فيفور وب cucumbers وشوية راش وطفح جلدي بتعملهم ايه؟ البكتيريا دي اللي بتتنقل بمين؟ بالفليباطيس بتنقل فيروس الفيروس ده برضو بيعمل حاجات زي الانفلوانزا شوية حرارة طيب الفيروس ده هيعمل لي حرارة منقولة بالفليباطمس فهسميها باباتاسياي فيفر او هسميها سيندفلاي فيفر الحرارة دي بتقعد مع العيام ثلاثة ايام فهروح ما سميها اسمي ثالث ثري دايز فيفر خلاص يبقى كل دي بس ايه اسامي للفيفر اخر حاجة بتعملها الفليباطمس ان هي بتقرس العيان فما كان الارصة طبعا اتفقنا ان هي بينفول كمان ليه علشان بتقضيب في الفين فبيبقى عنده شوية درماتايتس والرجي مكان الارصة دي فهسميها حرارة الالرجي اللي بتحصل معها فيفر باطمس بسميها حرارة مطلوب مني بس اعرف الليشمانيا بتتنقل ازاي لانها كانت عندك في اول صفحة في الكتاب ديها موشة بريئة ما فيهاش ايه ما فيهاش ديزيز ارصت شخص مصاب بالليشمانيا ارصت شخص مصاب بالليشمانيا اخدت من دمه الماكروفيجي لجواها الحاجة دي المدورة دي اسمها اماستيجوت مش مهم الاسامي الحاجة المدورة دي دخلت جوا الفليباتوماس وابتدت تتكاثر وتطول ويبقى لها ديل وتحولت لحاجة مختلفة في الشكل تماما لها ديل كده اسمها بروماستيجوت مش مهم الاسامي وكتيرة لانها تكاثرت اذا انا حصلي ايه اذا انا حصلي تغير في الشكل سايكلو اذا انا كتيرت في العدد بروباجيشن يبقى انا حصلي حاجة اسمها سايكلو بروباجيتف يبقى الليشمانيا بتتنقل ازاي مع الفليباتوماس بتتنقل بالسايكلو بروباجيتف ترانسمش طيب الكنترول بتاع الليشمانيا بتاع الفليباتوماس هنتفعنا ان احنا ايه البارة سهلة والله ياولاد كلها كلام شبه بعضو اي تحشيشة هتحطها هتمشي زي النموسة بالزبط اول حاجة البيتاع دي بتطير بانا هقفل لها الشبابيك هقفل الشبابيك والبيبان بالسلك بانا قفلت البيبان والشبابيك بالسلك بس قالك انا فيه كلمة مختلفة شوية الهاموشة اصغر من النموسة يبقى لازم السلك اللي انا هقفل بيه يبقى على الاقل فيه اربعين خرم في الانش الواحد ليه علشان الاخرام تبقى ديقة قوي فما تعديش الهاموش طيب تاني كلمة elimination of breathing places اتفقنا ان elimination of breathing places بحطها مع كل الحشرات اللي هي ايه امنع عنها الاماكن اللي هي بتحب تبيط فيها يبقى هي بتحب تبيط في الشقوق يبقى ما خليش الحطة فيها شقوق feeling cracks بتحب تبيط في الحطة اللي هي في الحفر يبقى انا هقفل الحفر خلاص مش هسيب فيه حفر عشان هي تبيط فيه واخر كلمتين يرش على النموسة او الهاموشة يرش على نفسي يبقى ارش على الهاموشة انسيكتي صعيد ارش على نفسي repellent thank you اشتركوا في القناة